اشتركوا في القناة في العالم العربي صومعة حسان صومعة حسان هي احدى المباني التاريخية الدينية في مدينة الرباط بالمغرب وتم بناؤها في عصر دولة الموحدين بامر من السلطان يعقوب المنصور سنة 1197 للميلاد وتعتبر هذه الصومعة من ابرز المواقع الاثرية بالعالم العربي الاسلامي حيث تزرها اعد كبيرة من السياح يعد مسجد صومعة حسان من اكبر المساجد وهو مبني من عهد السلطان يعقوب المنصور افتدلغ مساحته 2550 مترا مربعا وعندما توفي السلطان يعقوب اوقف بناء المسجد وكان ذلك سنة 1199 للميلاد واصيب المسجد باضرار بلغة بسبب الى الزلزال الذي ضرب المغرب وتلل الاثار المتبقية من هذا النسجد على قوة البناء وضخامته ونظرا لرقية ومكانته التاريخية قامت منظمة اليونسكو للتراث العالمي بضمه الى القائمة الثقافية في الدرجات الاولية وحدث ذلك سنة 1995 للميلاد تتميز صومعة حسان بشكلها المربع وطولها المرتفع حيث يبلغ طولها 44 مترا ويوجد بها درجات عدة تؤدي بالزائر الى اعل وتشتمل الصومعة على عدل من الاعمة المصنوعة الرخام شكلها دائري ومنحوط طريقة جذابة وجميلة اضافة الى وجود عدل من النوافير المزينة بالرسومات الاسلامية وللصومعة بابان امام كل منهما فارس من المغرب البسانسية الترافي المغربي ويعتليان حصامين ولها حديقة مليئة بالزهور والاشجار وطل الصومعة على مصب نهري ابي رقراق وامامها جامع من اكبر الجوامع التاريخية بالعالم وتعد الصومعة جزءا منه وابوابه مزينة بالرخام والنحاس والحجر المنحوط فهو يتميز بطابعه الاسلامي البحر ويقع على اراضي مرتفعة عن البحر بحوالي 30 مترا شمال شرق الرباط وسمي المسجد بمسجد حسان نسبة الى قبيات بني حسان وبنيت الصومعة بامر من السلطان يعقوب المنصور رغبة منه في جعل مدينة الرباط مدينة ذات اهمية دينية كبيرة لتنافس مدينة ايفاس ومراكش وتصبح اكثر شهرة منهم تتميز المذنة بشكلها المستطيل وزخرفتها بانماط متميزة ورائعة الشكل اذ ان كل جانب منها ذو تصميم مختلف عن الاخر ويبلغ ارتفاعه 44 مترا وهو نصف الارتفاع الذي كان يجب اتمام البناء عليه ويوجد داخل البرج منحدرات كبديل عن الدرج وذلك حتى يتمكن للشخص المثل عن البناء من جعل الحيوانات تحمل مودة لبناء والاحجار الثقيلة لبناء المنطقة العلوية من البرج كذلك فان هذه المنحدرات كانت ستمكن المؤذنة من رقوب الحصان للوصول الى اعلى البرج اليوناديا للصلاة اما محراب المسجد فقد هدم من الاعل ويبلغ عرض محراب المسجد ثلاث امتار وطوله ثلاث امتار ويقع المحراب في اقصى البلط المركزي ويأتي على شكل مربع وهو امر يخالف شكل المحراب في المساجد المغربية وبالنسبة لابواب المسجد فتتميز بحجمها الضخم اذ يصل ارتفاعها الى عشر امتار وعرضها يقارب عشر فاصل خمس مترا توجد العديد من قنوات المياه في مسجد حسان والتي ترتبط بعدد من الابار الداخلية التي توفر المياه للصمعة ولكل قناة منفذ وبلاط حجرية يتجمع داخله والماء ثم يصرف الى منافع خارجية كما ان فناء المسجد يضم صحن فيه عدة ابار يصل عرضها الى 69 مترا اما طولها فيصل الى 28 متر وبعمق 7 امتار وهذه الابار تقع بمحاذاة ممرات جانبية صومعة حسان هي مذانة بنيت في نهاية القرن الثاني عشر ميلادي فاصلت على الطراز الاسباني المغربي وقد بنيت بامر ان الخليفة ابو يوسف يعقوب المنصور الثالث وكان المهندس المعماري الذي بناها هو جابر مفلة ولكن توقف بناؤها بسبب وفاة الخليفة عام 1199 تقع صومعة حسان بالقرب من ضريح محمد الخامس وتضم ما يزيد عن مئة عمودا وكان الهدف من بناء صومعة حسان هو بناء اكبر مسجد واعلى مذنة في العالم احتفالا بانتصار الخليفة على المسيحيين الاسبان بالقرب من صومعة حسان تم تشهيد ضريح محمد الخامس والمسجد الملحق به ويعتبر ضريح محمد الخامس تحفة معمارية فريدة من حيث التصميم الذي يعكس الهندسة المعمارية المغربية الغنية بالزخرفة الاسلامية ذات الطابع لاندلسي للضريح اربعة ابواب يقف في كل باب حارس بالزي المغربي التقليدي اما داخل الضريح فهو مزين بالفسفساء والنقوش الزخرفية يعلوه سقف تتوسطه قبة من الخشب المزخرف والمحفور والمطعم بالزجاج الملون وهو مع الجدران يشكل احبة فنية متكاملة النسجد يحاكي في هندسته مساجد الاندلس ولكنه يتفوق عليها بشكل هائل من الفسيفساء والرخام المنحوط وكذلك الاسقف الخشبية المحفورة والتنوع الفريد لمصادر الضوء بحيث ان الزائر باي زاوية يقف يكون امام تشكيل هندسي مختلف تتكون فراداته من الاقواس المزخرفة والخشب المحفور والفسفساء تحولت صومعة حسان والمسجد ووريح محمد الخامس الى وجهة سياحية الذي يفد اليها يوميا الاف السياح الاجانب والزواء المغاربة لما تمثله من رمز معماري واسلامي يمتج في الماضي بالحاضر يستمع البعض الى مقولة صومعة حسان نصفها ذهب يظن البعض انها تحتوي على كنوز من الذهب وفي حقيقة الامر ان هذه الجملة تحمل معا مختلف تماما حيث انه عندما تعرضت منطقة الى زلزال بالغ القوة والشدة في عام 1755 ميلاديه ادى ذلك الى تأثر عمدة الى الصومعة بشكل كبير جدا وادى ذلك ايضا الى فقدان جزء كبير من الصومعة ظن البعض انه نصفها وبالتالي فان المقصود بكلمة ذهب في هذه العبارة هي سقط وليس المعدن الذهبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة